أهلا بكم مرة أخرى نتحدث اليوم عن شخصيات الرجل العجوز البحر للكاتب إيرنس هامينغوي وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي وهذا الملزمة موجودة بالمكاتب اللي يحب يشتريها يقدر يشوف الوصف والمكاتب اللي موجودة بيها وأيضا يقدر يطلبها توصيل من محافظة بغداد أول شخصية عندنا اللي هي المين كاركتر اللي هي بروتوغونست السينتياغو العوضمان اللي هو البطر القصة كلية طبعا هي اسمها نوفلة لا هي نوفل ولا هي شورت ستوري هي بين القصة القصيرة ومين النوفل فبعض الأحيان نعتبرها رواية بعض الأحيان نعتبرها نوفل إذن قضى كل حياته بالصيد طبعا هو الشخص البطل اللي احنا قلنا تتحدث كل الرواية عنه واللي قضى 84 يوم بدون أن يصطاد أي شيء وكان عنده يعني بوي صديقه هذا الولد ولكن يستساعده he was helping him in everything but the problem that the parents the parents of the boy boy's parents والدي الولد prevent him يعني منعوه to be with the old man why ليش منعوه ممكن جي سؤال because he is unlucky they thought that he is unlucky كانوا يعتقدون بأنه شخص صغير محظوظ so they said they told their son don't go with him قالوا لا تروح وياه هذا هو الشخصية الأولى اللي هي سنتياغ إذن عندنا شخصية الولد مانولين a young man from a fishing village who has fished with Santiago since the age of the five and he now he cares of the old man إذن كان محتم بي يعني معتن بي ولكن as we said that he cannot go with him anymore because their parents told him don't go with him he is unlucky fisherman هو صياد غير محظوظ فرجاء don't go with him ماتن the owner of trace هذا أيضا شخص يعني he was sending the food and drunk to Santiago كان يساعد بعض الأحيان ما إلا ظهور قوي جدا بالقصة هذه شخصيات كلها ثانوية يعني مو كلش مهمة أيضا عندنا ماتن اللي هي السمكة it was very big it was strong that the old man Santiago kills it ليقتلها يعني he fished عفوا he catch it استدعى أن يصطادها as we said that but the shark eat it أكلوها يعني فهي السمكة اللي حاول أنه صياد الأولد مان أن يصطادها فعلا نجح بإصطادها ولكن أسماك القرش أكلتها وخلت بس العظم مالتها بس الهيكل مالتها أيضا عندنا جو هذا اللاعب المشهور جدا يعني 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 he never appears in this novel يعني هو أصلا ما ظهر عندنا بها المشهور وبها القصة أصلا ما إلى وجود يعني but Santiago the hero the protagonist of this story he was thinking about him he was thinking in Joe كان يفكر ب Joe and he was thinking that he is hero وكان يعتقد بأن هو البطلة يعني that man was has a problem كان عنده مشكلة he has a painful pawn كان عنده التواء spur عنده التواء عظمي بالعصب بالعصب في ظهر يعني ولكنه يستطاع أن يصلح من أشهر لوعيب على مستو العالم فهذا كان تشابه بينه ما بين سنتياغو 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 وز was poor was hungry without any help كان جوعان وكان تعبان وبدون أي مساعدة وكان 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 كبير يعني كليش كبير يعني فاكو تشابه بين اتو سنتياغو سنتياغو